على مدخل هذا الطريق ينتظر أبناء تعز دخول وفد دولي مقرر له زيارة المدينة لكن الأنباء الواردة من تعز أكدت منع ميليشيا الحوثي وفد برنامج الأغذية العالمي من تنفيذ زيارة تهدف للإطلاع على احتياجات المحافظة ميليشيا الحوثي التي تتحكم بالمدخل الشرقي الرابط بين المدينة والطريق صنعاء وعدا أشعرت الفريق الدولي بالمرور من طريق آخر وهو ما اعتبرته مصادر في السلطة المحلية إصرارا من قبل الميليشيا على الاستمرار في حصار المدينة المستمر منذ أربع سنوات كان البرنامج متفقين على أن يتم الدخول إلى المدينة من الطريق الرئيسي الذي هو طريق الحوبان جولة القاص سواء في اتجاه الكامب أو في اتجاه عقبة منيف للأسف الشديد أتانا رد في المساء ليلة البارحة عامس برفض الحوثيين للدخول للفريق الأممي فريق برنامج الغذاء عن هذا الطريق من ما يدل لتعنت هذه الميليشيات والاستمرار في محاصرة تعز الحكومة وعلى لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتحة قالت إن منع ميليشيا الحوثي وفد الأغذية العالمي من دخول المدينة يعد تعديا واختراقا واضحا لتفاهمات السويد وانتهاكا يضاف إلى سجلها في التعامل مع الوضع الإنساني ليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها ميليشيا الحوثي وفودا دولية من زيارة تعز فقد سبق وأن عرقلت زيارة ثلاث فرق أممية للمدينة من ضمنها فريق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق استفين وبرأين كانت اللجنة العليا للإغاثة التي تتبع الحكومة قد رصدت انتهاكات عديدة للحوثي في مجال الإغاثة واكدت اللجنة في تصريح لرئيسها عبد الرقيف فتحة بأن الحوثي منع الكثير من الشحنات الغذائية من دخول تعز أربع سنوات من حصار ميليشيا الحوثي لتعز دون اتخاذ التحالف والمجتمع الدولي إجراءات حقيقية تسهم حتى في فتح الطرق الرئيسية لمرور المساعدات الغذائية ومع ذلك فإن أبناء المدينة لا يزالون يأملون بحلول عاجلة تضمن الوصول الآمن والسريع للبضايع والمساعدات